اهلا ومرحبا بكم في قناتكم معلومة صح يعتبر مرض الايدز مرضا فيروسيا من اخطر الامراض المتفشية والوبائية المنتشرة حول العالم ويكون ناتجا عن نقص المناعة المكتسبة للجسم ويقوم بمنع اجهزة المناعة من القيام بدورها الدفاعي الطبيعي ضد الامراض مما يجعل الجسم ضعيفا وهشا الامر الذي يعرضه للاصابة باي مرض مثل السرطانات وغيرها من الامراض القاتلة ومن الجدير بذكر ان هذا المرض لا يوجد له اي علاج فعال او لقاح يقضي عليه بشكل نهائي وسنتعرف في هذا الفيديو على اعراض المرض اعراض المرض لدى الاطفال تكون في بطء في نمو العقل والتهاب الاذنين واللوزتين والتهاب في الرئتين بالاضافة الى مشاكل في النمو ومشاكل في السير ومشاكل في ارتفاع الوزن وتكون اعراضه في المراحل الاولى الصداع وارتفاع شديد في درجة حرارة الجسم والطفح الجلدي وانتفاخ الغدد اللينفية اما بالنسبة لاعراضه في المراحل المتقدمة فتتمثل بالاسهال وضيق في النفس وفقدان في الوزن بالاضافة الى الحمى وارتفاع درجة الحرارة وانتفاخ الغدد اللينفوية مصاحبة بالسعال ومراحله الاخيرة تكون بالجفاف عند السعال والاسهال المزمن والتعرق المفرط في الليل بالاضافة الى ظهور نقاط بيضاء وجروح على اللسان وفي جوف الفم وشعور بالقشعرير وارتفاع درجة حرارة الجسم تستمر لعدة اسابيع اعراض في مراحل متقدمة جدا الشعور بالبرد مصاحب الارتفاع درجة حرارة الجسم فوق الثمان وثلاثين درجة وانقطاع طمث لدى الاناث وتعرق المفرط في الليل وتضخم الطحال طرق انتقاله استخدام حقا ملوثة بالدم المصاب بالفيروس ينتقل المرض عن طريق الاتصال الجنسي ايضا من شخص مصاب للشخص السليم او عن طريق حقن الوريد بدم ملوث ومصاب بالفيروس او انتقال المرض من الام لطفلها وهي حامل او عن طريق الرضاعة او استعمال طبيب الاسنان لادوات غير معقمة انتهى الفيديو نرجو ان تكونوا قد استفدتم لا تنسوا الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو وشاركونا بالتعليقات اشتركوا في القناة